السلام عليكم. كنت منكم تكونوا كلكم بخير والاخير. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معاكم واحد الوسطى ديال البطاطة اللي كاتجي ماشي غرائعة. كاتجي طايبة من الداخل ومقرمشة من على برا. والاهم من هاتش كله كاتجي بنينة. غادي نبدو ان شاء الله في المقادير وطريقة تحضير. بالنسبة لكمية ديال البطاطة دائما كاتبقى على حساب العدد الاشخاص اللي عندكم. المهم انها تقريبا عندي شي غادي عيني ميزاني تقريبا شي كيلو او اكتر. المهم بالنسبة لهات البطاطة الصغيرة دبارة موجودة هي اللي كي ندبها في السوق وكاتجي بنينة كنقدروا نستعملوها في المرقى يعني مع الجاج هي والجلبانة كاتبقى ضايرة وصغيرة كاتجي بساف زوينة. نقدروا نديروها في شليدات بحالكة. نقدروا نديروها بزاف في المسائل. ونقدروا لاخذيناها صغر من هكا تاني عاود تتجي حاجات خرية. عندما البطاطة قد شناية اللي عندي. وكاينة اللي كتكون صغر من هكا تاديك اللي صغر من هكا كاتجي زوينا نقدروا نسلقوها بالقشرة ديالها. كتتسلق بالقشرة ديالها ديالها تتكون صغيرة. كتتغسل مزيان من الطراب. وكتسلق بالقشرة ديالها. وكتسلق بالقشرة ديالها. وكتسلق بالقشرة ديالها في المقلة. مع شوية زيت. كاتجي تاني شي حاجة طوب. شي حاجة لي هي مهمشية رائعة. أكثر مرائعة زوينة بزاف. صافي كنبقى مسته مراتة كننقيل بطيطة اللي عندي. يمكن هدي هي الاخرة صافي وغادي نحيد عليها هاد الزبل. ونمسح البلييسة وغادي نتيل البطاطا. نغسلها وغسلت ثانية مسيان ومديرها في شي صفايا وغادي نرجع إن شاء الله. وهانتو ما معي. كاتعجبني هانتو ما معي والله إلا منك نسمع في شي فيديو كاتعجبني بزاف. ذاك الشي اللي اشقلتها لكم المهم. ذا براني آآ غسلت البطاطا ودرتها كتفة وجبت منقي. بالنسبة ذا بلا خديته بحل البطاطا اللي عندي انا شوية كبيرة ماشي ماشي دك صغيرة. غادي تقسموه على جوج ولكن يلا خديته دك صغيرة ما تقسموهاش على جوج خلي واهاك كاك. كاتجي تاني عوزوين هادي معا شوية كبيرة ماشي ماشي صغيرة. صافي كنقسمها على جوج. كندير مليحة. ديروا الملحة على البطاطا قد شرب الملحة مع الماء. باش كاتجي بنينة. صافي غادي نشعل النار. هاد نقطة مهمة لغادي نوصيكم عليها دابا. غادي نشعل النار وغادي نخليها ما ما تتغفلوش عليها ما تخليوش البطاطا. انا ما كنغطيها يعني ما نغطيهاش ما سنشعلها. غادي نخليها شوية وغادي كل مره نندوز نقلبها. هي ما تخليوهاش تتهرى تطيب بزاف. وماشي تحطوها اه المهم شاد طياب ديالها غادي نوريكم كيفاش. اول حاجة غادي نبدو بهذا باش مغايفوتنيش هالتوابل. الزيت تقدرو تديرو اقل من اه اه نصف كاس. وكان ديرو واحد المعلقة ديال الفلفل حمراء صغيرة. وغادي نديرو واحد المعلقة صغيرة ديال الزاسر. وهاتش يكون اختياري تقدروها البناس ديرو غاال ملحة. الملحة فقطوا زويتها. الاساسي في هاد الوصفة غادي نوريكم. هادي شوية الحرور وشوية الكامون وشوية القزبر. صافي والمليحة ضروري يزيدو الملحة. البطاطكات غاال ملحة. المهم. المهم لي عدنا في هاد الوصفة هو الزيت والملحة. وعدنا نشا. هاد اول مهم في هاد الوصفة. بالنسبة التوابل تقدرو ما تديرو التاشي حاجة تديرو غاال ملحة. ربعة الاحيان كنديرو غاال ملحة كاد جي بنينة بنينة بزاف. صافي غادي نديرو معي القا فقط ما تكتروش عم عي القا فقط. هو اللي كيخلي هاد جي مقار مشاكت بقى مقرمشة بزاف. وكاد جي زوينة وغادي تعجبوا وليداتكم كي ما كتعرفو. البطاطة لما كانش مقرمشة اه كاد جي ناقصة شوية لوليدات ما تيبغيوهاش. مهم اي لا بغيتوا تخضروها بتجاج ولا شي حاجة ما تديرو فاويل وديرو فاغة الملحة. إلا بغيتوا مثلا كنتوا ديرين شوية تجاج طيف مريقة ولا فطاجين وبغيتوا تديروها من الفوق ديروها غاب المليحة. بغيتوا تحطوها في جناب دير التبصيل غا تديرو هاد القادية ليدرس يعني اما تديرو حوت اما تديرو ليدرسو. المهم اه علاش قلت لكم مخصاش طيب بزاف باش مني تبدو تخلطو فيها اتولي مع جنا لكم هانتم مرة وخا قد شوفوا قن مقلبها وكل شي قن قادة غادي نورها لكم راها طايبة هانتم. هادي اه الحاجة الوحيدة اللي يخصكم تركزوا لها. هي رضغية ما كتبغيش واحد الوقت اللي هو طويل. تقريبا تحسو بها غلية عد تخليها ديك من عشرة تل خمستاشر دقيقة. ولكن مرة مرة كتزو حيدة وكتقطعها بالموسة. غتبال لكم صافي بحلة اه بغطي بطيوع لها. حتي هي مع السخونية كتكمل الطياب ديالة صافي غادي نديرها في طاوة اللي قد دخل الفران. ومطبع تحال فرش لها الورقة ديالة الزبدة. صافي غادي ندير الحرارة على ميتين ديروا الحرارة شوية عالية. سخون الفران مزيان. غادي نشعل الان الفرفارة كتطيب من التحت ومن الفق. صافي مني كتتحمر كنخرجوها كتجي على هاتشكل كتجي اكتر من رائع. غادي تعجبكم ان شاء الله نهار تجربوها. او كانت سنة طبيقاتكم عبر الفيسبوك والانستغرام. وشكرا الله يجلزيكم على خير. اه. على المشاهدة. وعلى التعليق ديالكم مش مشيغة رائعة. اكتر من رائعة. كنضيفو لو توحد اضافة ديال اه المادنوس كي يجيزوين. وبصحة والراحة استودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.